ارتفعت راية التوحيد مؤزرة بنصر الله وتعاقبت الأيام وزاد البناء قوة وتثبيت وقامت مملكة عربية سعودية دستورها القرآن الكريم ودينها الإسلام الحنيف قامت على سيوف الحق ورجال الصدق بقيادة العاهل الراحل المغفور له الملك عبد العزيز طيب الله ثراه وأسكنه الجنة وألبسه جميل رضاه وحمل راية التوحيد من بعده ملك مصلح عادل حين ارتقى عرش البلاد لم يفقد الناس بفقد عبد العزيز المعاني التي كانت تتحلى بها نفس عبد العزيز جاء سعود الملك الصالح ولم تختل القيادة ولم يتزعزع البنيان ومن حوله إخوانه وأعوانه يؤازرهم نصر الله ويحيط بهم رضاه فها هي المملكة اليوم تزهو بما آتاها الله من نعمة كبرى وبركة ومختصها به من مكانة وجاه وعزة وكيف لا والعاملون فيها هم أهل صدق ووفاء وإصلاح يسيرون خلف ملك عظيم يضيء الطريق لهذا الشعب ويسهر على مصالحه لكي تظل السلامة باصطة ظلها عليه يسهر على مصالحه لكي يكون دائما في الطليعة بين الشعوب التي تنشد الرقي والتقدم هذه السنوات التي مرت على الجزيرة العربية تشير لنا بأن نرى ما صنعته أياد سعود لهذه البلاد من معالم العمران والتقدم وبث العلم في كل مكان بعد أن كانت قبل نصف قرن من الزمن قفرا يبابا يكاد يذهب مع ما ذهب من الرسوم الدوارس بلادنا تزهو اليوم وتنشد نشيد الفرحة والكرامة في ذكرى يوم الجموش السعود مرحبا يوم السعود شكرا